دعت القمة الأوروبية إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام أو ساقادت للتحاد بالإسراع في اتخاذ عقوبات إضافية ضد حمس كما دعت القمة لسماح بدخول المساعدات عبر كافة المعابر إلى غزة إضافة لإجراء تحقيقات مستقلة بمزاعم اتهمات العنف الجسدي خلال اعتداءات السابع من أكتوبر هذا ويصوت مجلس الأمن عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينيتش اليوم على مشروع القرار الأمريكي حول غزة فيما يستكمل المجلس مساء التصويت الثاني حول مشروع قرار الدول العشر غير دائمة العضوية داخل مجلس الأمن والمتعلق بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتبقية من رمضان في غزة كانت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أعلنت أن واشنطن ستعرض مشروع قرارها حول غزة على مجلس الأمن للتصويت اليوم الجمعة وذلك بعد أسابيع من المحادثات الجدية مع أعضاء المجلس لإعداد قرار يدعم الجهود الدبلوماسية الهدفة إلى ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة بإطار اتفاق حول الرهائن وفق ما أكد الناطق باسم المندوبة الأمريكية هذا وتوقعت مصادر الحدث بأن تسقط روسيا مشروع القرار الأمريكي مستعملة حق النقل الفيتو أضافت المصادر أن المجموعة العربية تعتبره غير واضح لأنه لا يطالب صراحة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار بل يقر بضرورة الوقف الفوري المستدام لإطلاق النار لحماية مدني الطرفين يساوي إسرائيل وحركة حماس من حيث مسؤولية الضمار الذي لحق بالقطاع وأوضح مدير مكتب الحدث في نيويورك طلال الحاج أن العقدة بين المجموعة العربية ومعها الروس وآخرين مطالبين بوقف فوري للنار في غزة حول المشروع الأمريكي سببها موصفت أطراف بالتلاعب في النص الذي لا يتضمن مطالبة صريحة بوقف النار في غزة وإنما يتحدث عن ضرورة لوقف النار وهي غير ملزمة للإسرائيليين التلاعب بالكلمات تذكرين مشوء القرار فور ايت حول أراضي فلسطينية أو الأراضي فلسطينية الألف فلام غيرت المفهوم تماماً هناك عندما يتحدثون عن ضرورة ضرورة إنجاب وقف دائم لإطلاق النار ومستدام وفوري لا يطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار يتحدث عن الضرورة وهذا طرعاً كثير من الناس وحتى في بركات الأنباء الشيء الفهم بأن الولايات المتحدة تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار عندما دخل في المحاميون والخبراء في داخل مجلس الأمن تبين لهم أن الموضوع ليس كما تخيله البعض أنهم يطالبون بإحقاج فوري ومستدام لإطلاق النار هم يتحدثون عن ضرورة إيجاد مثل هذا وفي الفقرة الثانية اتضح الأمر لأن القرار يطالب استغلال أي فرصة أو نافذة استخدام كمتنافذة في وقف يطاق النار أما موقف روسيا فسيكون سلبياً كموقف المجموعة العربية ونحن هنا في نيويوك على شبه يقين بأن موسكرا ستستخدم الديتو ضد مشعوق الأمريكي هذا ستصوت ضده أيضاً الجزائر ممثلة المجموعة العربية في نيويس الأمن أما الصين فقد استخدم الديتو أيضاً وقد امتنى على التصويت أنا أرجح أنها تمتنى على التصويت والبعض يقول أنها ستستخدم حق الديتو لكن مشعوق الأمريكي في نيويات الأمر لن يصدر عن مجلس الأمن هذا والسبب الأساسي هو غياب وعدم وجود مصنصريح بالمطالبة بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار عدد من الديقماسيين عرض السفراء الذين تحدثوا إليهم جداً وبإقرار الضرورة وقدموا بالإنجليزية كلمة imperative في هذا المشروع قرار ليس كإقرار وقف فعلي لإطلاق النار الاعتراض بضرورة وجود وقف لإطلاق النار ليس كما هو يتقلب بالمشروع القرار بوقف فعلي لإطلاق النار ومستدام وإنفاقة الإجرائية الثانية لما الشفقرات تحدث عن استغلال ناثلة الفرصة التي يخلقها قد يخلقها أي وقف لإطلاق النار الحديث عن ناثلة في وقف إطلاق النار لا يتمشى بساتاً مع الحديث عن وقف فوري ومستدام لإطلاق النار مدود الفعل المجموعة العربية لم تقل إيجابية بساتاً وتحدثوا عن هذه النقطة بالذات من نقاط أخرى من بينها التهجم الشديد على وكالة الأنروا النص ومساواة المسؤولية بالحماس الإسرائيل الدمار الذي ألم بالبنية تحتية فدنية في غزة وقتل عشوائي المدنيين في القطاع في المسؤولية ليست متساوية كما يجادل السفراء العرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من موسكو ينضم إلينا المحلل السياسي الروسي أندريا أنتكوف أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث هناك توقعات أن تسقط روسيا مشروع القرار الأمريكي مستعملة حق النقد الفيتو هل يتوقعات دقيقة ولماذا؟ أنا أعتقد أن هذا الشيء وارد بسبب أن نحن قد شاهدت بعض تصريحات في قناة في تيليجرام لنايب منذوبة دائمة الروسي لأمم المتحدة دميتري بليانسكي هو انتقد وبشدة هذا المشروع القرار الأمريكي هو قال أن أمريكا تقوم بتلعب بالكلمات يعني بدلا من طلب لوقف اطلاق النار في غازة ينص هذا المشروع القرار على كما قال بليانسكي على أهمية وقف اطلاق النار أي الشيطان هو في التفاصيل هناك فرق كبير بين الطلب لوقف اطلاق النار وضرورة وقف اطلاق النار أو ضرورة يعني بليانسكي قال وكان يكتب باللغة الروسية هو أشارع إلى أهمية يعني فلذلك هناك فرق كبير الطلب يلزم وضرورة وأهمية لا يلزم لا تلزم الطرف الإسرائيلي لوقف اطلاق النار كذلك ينتقد وقال بليانسكي بأن هذا المشروع القرار يعطي الدوء أخضر للجانب الإسرائيلي لبدل العملية البرية في رفح فلذلك أنا أتقد أن وفقا لمقال بليانسكي يمكن أن نستنتج بأن يعني توقعات بأن روسيا فعلا ستستخدم حق نقد البيت مرتفع جدا بسبب أن في نهاية المطاف يعني نحن بحاجة إلى إقاف العملية القتالية في غزة يعني إلى إقاف الضربات الإسرائيلية القصف الإسرائيلي في غزة ولكن على ما يبدو أمريكا تحاول أن تجد طرق عن طريق اللعبة بالكلمات تعطي الدول الأخضر للجانب الإسرائيلي لتستمر هذه العملية القتالية من الجانب الروسي لماذا باعتقادكم يمكن أن الولايات المتحدة الأمريكية تروج لمشروع قرار تقول بأنه لوقف إطلاق النار في الوقت الذي ينص كما تقول في التفاصيل على أنه يتحدث عن ضرورة وأهمية وقف إطلاق النار ما الهدف من ذلك باعتقادكم الهدف في عدم إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار روسيا من جانبها قدمت مشروع القرار قبل إعصابية ومشروع القرار كان شفافا يطلب وقف إطلاق النار أمريكا استخدمت حق نقد الويتو حاليا نحن نرى اللعبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية اللعبة بالمصطلحات اللعبة بالكلمات لا يوجد هناك إشارة واضحة ودقيقة إلى إلزام الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار ولكن في تقديم الولايات المتحدة الأمريكية مشروع القرار هذا حتى وإن كان يتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار بدلا عن إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار ألا تعتبرونه تطورا في التوجه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إسرائيل لا لا بسبب هذا عدم وجود إلزام لإسرائيل بخصوص وقف إطلاق النار لا يعطي شيئا للفلسطينيين العملية القتالية في نهاية المتحدة ستستمر حتى لو تبنى مجلس الأمن للأم المتحدة هذا المشروع القرار الأمريكي المشروع القرار يجب أن يكون واضحا ودقيقا أنا أود أن أذكر أن ما حصل مع المشروع القرار حول ليبيا في عام 2011 عندما تامت كان هناك إشارة إلى ضرورة إغلاق الجو فوق ليبيا وكيف ماذا حصل بعد الضربات المكسفة الأمريكية وحلفاء أمريكا ضمن حلف الناتو ضد المبانية السكنية ضد التلفزيون ضد الدبابات وإلى ما هناك فروسيا شاهدت ما حصل مع هذا المشروع القرار رقم 1973 حول ليبيا فحاليا نحن نرى على ما يبدو نفس اللعبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذه المرة بخصوص الفلسطين وبخصوص قطع غزة قبل طرح أي مشروع القرار يكون هناك مناقشات بين الدول العضاء ما الذي نوقش في هذه الاجتماعات قبل الوصول لمرحلة طرح هذا المشروع في مجلس الأمن؟ صحيح كما تفضلت توجد هناك مناقشات وعندما يتم طرح مشروع القرار لتصويت فالجميع يعلم كيف سيصاوت كل المشاركة كل عضو في مجلس الأمن للأم المتحدة فلذلك لا أستبعد بأن في نهاية المطاف في حال فعلا نحن سنرى الفاتو الروسي ضد هذا المشروع القرار فأمريكا ستستغل ذلك لتوجيه الانتقادات ضد روسيا بسبب أن يمكن أن أقول يمكن أن أروض على ذلك من جديد أكرر وأذكر أن روسيا من جانبها قدمت مشروع القرار بسيط جدا ووقفت لقنار فوري وبس أمريكا استعملت حق نقد البيتو حاليا تحاول أن تجد طرق البديلة تقوم بلعبة بالكلمات كأنها ملتازمة ومتماسكة بهقوق الفلسطينيين ولكن هذا ليس صحيحا أمريكا هي الحليف لإسرائيل أمريكا تدعم إسرائيل وأمريكا تعطي دوء أخضر لأكثرية العمليات الإسرائيلية لو أرادت أمريكا أن تدغط على إسرائيل لقامت بقطع تنويل وتصليح الجانب الإسرائيلي ولكن أمريكا لا تقوم بذلك ولكن على العكس تزيد هذا التصليح وتنويل الجانب الإسرائيلي وهذه اللعبة الإعلامية في مجلس الأمن ليس أكثر هل ستطرح روسيا مشروع قرار آخر أنا لا أستعمل ذلك في المستقبل نعم بسبب أن في نهاية المطاف روسيا ستصير على وقف إطلاق النار فوري في قطع غزة فستستعمل المصطلحات الدقيقة فيجب النار كيف ستصاوت الولايات المتألة أمريكية في حال قامت روسيا بذلك بسبب أن في نهاية المطاف كما قلت المصطلحات الروسية الكلمات الروسية في المشروع والقرار السابق كانت واضحة للغاية ولكن أمريكا استعملت حق نقد البيت فلذلك هذا هو سبب لما يجب أن نرى هذه التفاصيل بين المشروع الروسي والمشروع الأمريكي والتصرفات الروسية والأمريكية في المجلس الأمن ربما سيكون لك أيضا مشروع قرار من قبل فرنسا ما الذي تتوقعونه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إذا فعلا ما طرحت فرنسا مشروع قرار يطالب بوقف فوري للإطلاق النار ماذا نتوقع أيضا من روسيا أنا أخشى أنا أخشى بأن أمريكا ستستعمل حق نقد البيت وبسبب أن المطاف أمريكا تريد أن تحسم هذا الأمر ليس على مستوى المجلس الأمن بل في الاتصالات الثنائية مع الجانب الإسرائيلي نعم توجد هناك بعض المصالح الأمريكية في هذا الموضوع فتوجد هناك الاتصالات الثنائية المكسفة ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي فأمريكا تصعى لإجابة حل لهذه القضية بوحدها ولكن على بساطة المجلس الأمن للأمم المتحدة أمريكا لن تسمح لأحد أن يمارس الضغوطات على الجانب الإسرائيلي هذا شيء واضح على ما يبدو بالنسبة للجميع شكرا جزيلا المحلل السياسي أروسي أندريا أنتكوف كنت معنا من موسكو فرنسا من جانبها أعلنت أنها تعمل على صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع في غزة يتجاوز الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار أشار نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى أن باريس تعتبر أن الوقت حان لاتخاذ مبادرات جديدة في مجلس الأمن بشأن النزاع الدائر وأن فرنسا تتحمل مسؤولياتها إزاء الوضع الإنساني الكارثي وتعمل حاليا على إعداد مشروع قرار جديد منما أوضح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة أن مقترح باريس سيأتي في وقت لاحق مع مشروع قرار أو سعي يتعلق بقضايا عدة أبرزها وقف دائم لإطلاق النار وليس مجرد هدنة قصيرة خلال رمضان نافيا في الوقت ذاته غياب التنسيق مع واشنطن منا باريس ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فرنسا حسين قنيبر حسين أهلا بك معنا دائما في ستوديو الحدث إذن ما تفاصيل مشروع القرار الذي تعمل عليه فرنسا ولماذا الآن أهلا بك ضحة الآن وفي معرض تبريره للتوقيت قال مساعد الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان أنه بعد تساقط مشاريع قرارات في مجلس الأمن تباعا حان الوقت لاتخاذ مبادرات جديدة لم يكشف بالتفاصيل عن نص مشروع القرار في مجلس الأمن الذي هو حاليا قيد الإعداد لكنه تحدث عن الخطوط العريضة لما ستطلبه فرنسا وهو أولا ضرورة أن تفتح إسرائيل كل المعابر البرية مع قطاع غزة ثانيا ضرورة السماح باستخدام ميناء أشدود في إسرائيل لغايات إنسانية ثالثا ضرورة فتح طريق بري مباشر من الأردن لإيصال المساعدات بشكل مكثف ولتحقيق توافق في مجلس الأمن شرعت فرنسا ضحى في إجراء اتصالات مع عدة دول وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني أجر اتصالات مع نظرائه الجزائري والأردني والمصري والفلسطيني كما التقى بوزيري خارجية الدولتين الأوروبيتين العضوين بشكل غير دائم في مجلس الأمن صحة وهما سلوفينيا ومالطة فرنسا تعمل أيضا شكرا تعمل على مواصلة إسقاط مساعدات إنسانية جوا من ضمن عمليات منسقة مع الأردن آخر هذه العمليات كان يومي السبت والأحد الماضيين عندما سجلت عملية إسقاط مساعدات جوا فرنسية ألمانية مشتركة منسقة مع الأردن من ضمن تحرك تشارك فيه عدة دول وقد أسفر خلال الأسبيع العشرة الماضية عن بل أدى إلى إسقاط ما يقرب من 100 ألف وجبة طعام لسكان غزة تجدر الإشارة ضحى إلى أن الرئيس الفرنسي كان دعا مؤخرا إلى ضرورة تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية معتبرا أن الحصيلة البشرية والوضع الإنساني في غزة لا يمكن تحملهما كما أن عدم إيصال مساعدات الإنسانية بشكل مكثف للمحتاجين إليها في غزة أمر لا يمكن تبريره في ظروف الإنسانية طريقة مدير مكتب الحدث في فرنسا حسين قنيبر كنت معنا من باريس إذن مشاهدين هذه الصور التي نتابعها الآن هي للقاء وزير الخارجية الأمريكية أنتني بلينكين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمي نتنياهو بعد وصوله إذن إلى تل أبيب في هذه الزيارة السابعة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر والسادسة إلى المنطقة أيضا منذ القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ونتبع أي جديد يرشحها في هذه اللقاءات التي تأتي بعد اجتماعات بلينكين في السعودية وبعدها أيضا كان في القاهرة من القاهرة نضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي أهلا بك معنا على شاشة الحدث اليوم سيكون هناك مشروع قرار سيطرح في مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي كما إذا كنت سمعت لضيفي وأيضا المصادر تحدث بأنه سيقابل بإسقاط من قبل روسيا بالفيتو الروسي ما المتوقع يعني الولايات المتحدة الأمريكية أكبر حليف لإسرائيل والتي دائما استخدمت حق النقد الفيتو في أي مشاريع قرار تتعلق بوقف فوري لإطلاق النار تطرح مشروع قرار اليوم هو بالتأكيد طبعا دوحا هو المشروع تم تعديله أكثر من مرة لكن كانت هناك تحفظات سابقة بالنسبة لإسقاط ثلاث مشروعات للجانب الأمريكي أحبطها فبالتالي رد الفعل ربما يكون هذا الإطار والمجموعة العربية لديها تحفظات على هذا الإطار الجزائر كما تعلم والمجموعة العربية أيضا لديها مشروح المعدل والمشروع تم إعادة السياقة وبنوده الفرنسيين أيضا يتأهبون لعرض مشروع بديل القضية في كل هذه المشروعات هو وجود قواصم مشتركة ليس صحيح أن المشروع الأمريكي سيء لكنه لا يلزم الطرف التي تسقط مشاريع القرارات السابقة بالفيتو وهذه المشاريع القرارات تتحدث عن وقف لإطلاق النار لماذا أصلا تطرح الولايات المتحدة الأمريكية مشروع القرار هذا إذا لا يتبنى وقف فوري لإطلاق النار ما الهدف منها ما الذي يمكن أن ينجزه مشروع قرار كهذا هو طبعا أمرين الأمر الأول هو تسجيل حضور في كل هذه المشروعات خصوصا وقد اتهمت الإدارة الأمريكية والوفد الأمريكي في مجلس الأمن بعرقالة كل المشروعات السابقة فبالتالي أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية ليس لديها ما تقدمه هي عادة صياغة بعض البراجرافات بالمناسبة وأكثر من تيكست تم تعديله في النصوص المباشرة لكن لم يتضمن كثير من الأمور يعني لا توجد أليات أو أدوات للتأثير المباشر أو الوقف الفوري أو قوة المراقبة على الأرض أو إدخال المساعدات وتحديد أليات تنفيذها إنما هو الحديث العام إعادة السياغات ليس أكثر وهو ما اعترض عليه المجموعة العربية والفرنسيين بالمناسبة أيضا البريطانيين دخلوا على الخط برضو في هذا الإطار ولديهم أيضا تصور لإعداد مشروع بديل كل هذه المشروعات ضحى لا تخدم ما يجري في قطاع غزة ربما الطرح الأمريكي الجديد هو ربط هذا بما يجري في الدوحة وبطبيعة الحال القضية مش في نسبة الفوتينج أو التصويت أو التمرير أو الاعتراض حق النقد من قبل الأطراف الأخرى إنما سرعة التلاحق الأحداث هو الذي سيفرد نفسها يعني إذا تم انفراق في الدوحة لا يقدم أي جديد سيحتاج الأمر إلى أليات التفايل نعم لا يقدم أي جديد ويكرر بعض البنود والبراجرافات فيه السياغات السياغات معدلة حضرتك تعلم أن السياغات يتم تعديلها يبقى فيه براجرافات وبراجرافات بديلة في السياغة للوفود تعترض أو تصيغ مرة أخرى أكثر من تكس فيه تكرار يعني حضرتك مسكت القرار بصورته النهائية وعملتي تحليل مضمون ستجدي جمل مكررة عبارات تم ترحيلها وهو ما اعترض عليه المجموعة العربية بطبيعة الحال الجزء الخاص بإدخال المساعدات شكل إطارها مراقبتها الجهة التابعة لها كلها أمور مطروقة لهذا الإطار الزمني لتنفيذ هو يتحدث عن وقف دائم وتلعب في الأنفاظ لا يقدم أي جديد ترجمة حتى ترانسليتت غالب ماذا عن زيارة بلينكل للمنطقة في كل مرة يأتي فيها بلينكل يتحدث عن وقف الإطلاق النار ضرورة وقف الإطلاق النار عن إدخال المساعدات وبالتالي في هذه الزيارة بالتحديد في هذا التوقيت ما الذي يمكن أن يقدمه بلينكل مختلف خاصة في زياراتي إلى تل أبيب أنا في تأديري أنه بلينكل ليس لديهم ما يقدمه هذه الزيارة السادسة استمع وأنصت أكثر مما طرح ليس للإدارة الأمريكية أي مقاربات أو رؤى جديدة ضحى في هذا الإطار هم يتحدثون عن بدائل عملية الدخول في رفح لكن لم يتحدث للأطراف العربية التي التقاها لا في السعودية ولا في مصر عن شكل البدائل والخيارات المطروحة تحدث عن الأمن تحدث عن الإجراءات العاجلة الكرة الآن في ملعب إسرائيل هل سيستطيع أن يكنع نتنياهو في لقاءه الذي بدأ حول أمرين الأمر الأول الخطط العسكرية والاستراتيجية التي ستقدم عليها الحكومة الإسرائيلية المستوى السياسي التي تريد إسرائيل التعامل معه هل سيكون حكم عشائر هل السلطة الفلسطينية المعدلة أو بعد تعديل بعض مهامها وصلاحياتها الإدارة الأمريكية وبلينكينس شخصيا قادم ليستمع ولا يقدم رؤى لا تزال الأفكار نظرية تحمل أطر خالية تماما من أي مضمون في هذا الإطار هو يريد أن يكون للإدارة للحكومة الإسرائيلية عليكم أن تبادروا بطرح بعض الرؤى ولكن هو يأتي أيضا في ظل توتر كبير في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أنا أريد فقط أن ننوه مرة جديدة إلى أن هذه الصور هي منذ قليل بعد وصول وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى تل أبيب وفي الاجتماعات مع وزير رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بعد ذلك سيشارك وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في اجتماعات مجلس الحرب بعد لقائه هذا بنيتنياهو دكتور طارق بلينكين يأتي للمنطقة في ظل حديث عن توتر كبير وتصريحات متبادلة بين الجانب الإسرائيلي وإدارة بايدن فيها الكثير من التوتر بين الجانبين وبالتالي هل تعتقد أنه يمارس ضغط حقيقي على نتنياهو هذه المرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ده زيحدث العكس ضحى لأنه بطبيعة الحال أنت تعلمي أنه هناك مجموعة أمنية مشار الأمن القوم ووزير شؤون الاستراتيجية في واشنطن وفيه طبعا لقاءات بتتم ووزير الدفاع الإسرائيلي سيزور خلال الثلاث أيام المقبلة أيضا إسرائيل سيزور الولايات المتحدة لشرح بعض الخطط كل هذه الأمور تتم في إطار الرسائل المتبدأ والحوار الاستراتيجي لا علاقة لنا بما يتحدثون به جزء منه طيب ماذا عن الخطة البديلة ماذا عن الخطة البديلة التي تحدثت عنها الولايات المتحدة الأمريكية كبديل عن اشتياح رفح هل تعتقب بأنه يمكن لنتانيهو أن يقنع يمكن لبلينكين أن يقنع نتانيهو بهذه الخطة البديلة الخطة البديلة حضرتك هي مرتبطة بأمرين الأمر الأول هو الجزء الخاص بالترتيبات الأمنية اتجاهات شارع الرشيد ستبقى في بعض الخطط التي ستشارك فيها الولايات المتحدة وستعرض الولايات المتحدة إمكانية الدخول على الخط مع الجانب المصري والجانب الإسرائيلي بمكتدى معهدة السلام حضرتك أرجو أن تتذكري أنه جيمي كارتر رئيس الراحل الرئيس الأمريكي الأصبع كان موقع جنب الرئيس الراحل أنور السادات ومناحن بيجن فبالتالي في جزء مرتبط أو إعادة إعمار القطاع أو غيره هذا غير صحيح الخطط البديلة إعادة تأهيل القطاع تأمين ممر صلاح الدين تأمين الطرق الجديدة التي تقوم بها إسرائيل حضرتك تعلمي خلال أيام الأخيرة إسرائيل بدأت تنشئ ممر اسمه مار ناتسرم فاصل القطاع شمال وشطرم جنوب وشرق وبالتالي الحديث هنا عن هذه الترتيبات الأمنية هل ستدخل الولايات المتحدة على الخط في هذا أتصور حضرتك أنها ستطرح دورا مباشرا في هذا استكمال الدور الأمريكي بتعمله الآن في مناطق المنافذ البحرية والمنافذ الجوية اللي هتبدأ تشتغل أيضا عليها حضرتك في الفترة المقبلة لن يكون قمرز فقط إنما أيضا تشغيل مطار غزة والإجراءات كل دي هتبقى مشارك فيها الولايات المتحدة وبالتالي هذه الخطط البديلة أن الولايات المتحدة تقول لإسرائيل وللأطراف العربية أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط على إسرائيل فهي قادرة هل لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط على إسرائيل رغم كل الخسائر التي تكبدتها حينما نضع الأمور في الحسابات الانتخابية من وراء دعمها لا محدود لإسرائيل هي حاولت الولايات المتحدة للأمانة أن نشير في التحليل أنها حاولت الإدارة الأمريكية تغيير مكونات لإتلاف حاولت أن تتعرف بصورة أكثر على الخطط العسكرية والاستراتيجية وكل هذه الأمور لكن الحكومة الإسرائيلية حكومة راوغت في هذا الإطار وشخص نتنياهو القضية ليست حضرتك عدم مقود تقبل لنيتنياهو وبايدن هذا تسطيح للأمور هناك خلافات كبيرة لكن هذه الخلافات الكبيرة فشلت الإدارة الأمريكية في محاصرتها مع الحكومة الإسرائيلية مما دفع الحكومة الإسرائيلية وشخص نتنياهو للإستثمار في هذه الأمور استصمر الخفاض شعبيت الرئيس الأمريكي استصمر في الخلافات والتجاذبات الكبيرة داخل كونجرس حول المخصصات بدأت المساومات والابتزازات الإسرائيلية حضرتك إسرائيل حضرتك النهاردة ستقدم لي وزير خارجية الأمريكي بلينكين قائمة تحفيزية تشمل منظومات أسلحة جديدة مخصصات مالية كثير من الأمور لا علاقة لها بمغزة وإنما استثمار للوضع الراهن ونجح نتنياهو بطبيعة الحال في الفترة الأخيرة في محاصرة المسارات التي يجب أن تتحرك فيها الإدارة الأمريكية لكن في النهاية نعتقد الإدارة الأمريكية لن يسعفها الوقت للانخراط في موضوع غزة أو الانخراط في الشرق الأوسط بعد قد سينشغلوا كثيرا بالانتخابات الأمريكية وستظهر بطبيعة الحال التباينات مع حكومة تلابي شكرا جزيلا لك أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية دكتور طارق فهمي كنت معنا من القاهرة